من المنتخبات الكبيرة زيها مثلا زي أوروبا أو أمريكا الجنوبية وإنت كنت من وجهة نظرك شايف إنه نازل تلعبه في أفريقيا هي اللي بتأهلك طبعا اشتغلها بطولات عالم المستوى في أفريقيا وصل لإيه الوقت؟ هو طبعا في مشاكل يعني ما ننكرش إنه في مشاكل دلوقتي في أفريقيا على مستوى الدول يعني أنت عنا نلاحظ إنه مثلا تونس والجزائر ما بيش بيشاركوا كتير في بطولات أفريقيا عندهم مشاكل مادية مشاكل في اللعيبة لكن تبقى مباراة مصر وتونس في أفريقيا مباراة تقيل اللي هي الديربي بتاع شمال أفريقيا لأن هما ما زالوا هما عندهم كام كبير من اللعيبة محترفين برا وإحنا منتخب مصر طبعا معروف بإسمه وسمعته اللعبته اللي تلعب مرضه في أوروبا كلها فندية كبيرة فيبقى شوية في فترة أيام الفترة اللي هي في نص الألفينيات كده أعتقد كان تونس كانت منافسة أيام مسامحة منافسة وعصام تاج والشيل المجموعة لكن دلوقتي أعتقد برضو هم قالوا كل الفرقة دي بعد الثورات أكيد الثورات اللي جات نجبة علينا ياسر لو قلتلك وجود اللعبة المحترفين وطلعوا برا هل ده بسهل على المدرب؟ أنت زي ما قلت فترة من الفترات أن اللاعب لما يطلع يحترف برا أو بتلعبه قدام فرق أنتوا كنتوا بتشوفه في التليفزيون بس لما اللعيب راح يحترف ولعب مع اللعيبة دي وبعدين برجع تاني المنتخبات زي محمد صلاح مثلا هل ده بتسهل للمدرب فكر اللعيب وتساعدك على أنك لازم تحقق أكبر إنجازات موجودة في المنتخبات؟ دي أكيد اللعيبة دي كمان زيادة عن الكلام دوت إن هي بتنقل الثقافة الأوروبية واللي هو بيشوفه في أوروبا بينقلو للعيبة اللي موجودة هنا اللي لسه مطلعتش فالثقافة دي مهمة جدا حتى عشان اللعيبة التانية الصغيرة لما تجي تطلع أوروبا تبقى عندها ثقافتها مطابقة شوية أو متماشية شوية مع الثقافة الأوروبية انتعلم في العداد والتقاليد دي اللي بتوقف حيات كتيرة كتير جدا في ناس بتطلع ما بتقدرش يتعيش يعني أنا قاعد لوحدي ومش عايف يساسم نفسه مش عايف يخلق نفسه يوم مناخ اللي هو يقدر يعيش فيه عشان انت اليوم بيبقى عندك طويل وانت لوحدك طب هتعمل ليه في خلال اليوم؟ عشان كده أنا بقولي الكلام ده ليه؟ إن كانوا أنتوا في كورة أنا هتكلم عن كورة القدم وهدي مثلا فيه محمد صلاح وفيه الننة وفيه الدرزيجيه وفيه مرموش وفيه لعيبة كتير قوي إنما أنا بتكلم على محمد صلاح اللي هو الطب بتاع العالم اللي بعض الناس بتهاجموا هنا معرفش بتهاجموا ليه؟ أو عاوزين منه إيه؟ يا جماعة ده هو ده الضوء الوحيد لينا بره في العالم محمد صلاح شغل على نفسه طلع سويسرا نجح في سويسرا بعد كده راح الدوري الإنجليزي مدرب قالك مش عارف إيه ماشي من إنجلترا راح إيطاليا نجح في إيطاليا رجع تاني إنجلترا محمد صلاح بقى محمد صلاح يعني رجل اشتغل على نفسه في المعيشة بتاعته في اللغة في كل شيء مهو اللعيب اللي يسافر ده بره ده لازم اشتغل على نفسه مهو اللعيب ما اشتغلش مع نفسه هو ممكنش هيوصل للكل بالزبط كده يعني حتى في اسلوب كلامه وفي طريقته وفي تعامله مع القضايا اللي بشكل مختلف القضايا العالمية بالزبط القضايا المصرية يعني ما نلاقي صلاح مثلا بيتصل بأي لعيب بيكسب طولة عالم بتاعي تصل يهني او بنزل على تويتر ما هو ده ده الكلام ده ده ثقافة ده مش موجود عندنا وعشان اشتغل عليها من بادري يعني هو ما عرفش اللعيب اولا رغم ذلك يبعد يقول مبروك مسلا فلان اللي اخذ بطولة كذا في الحياة ترفع مروح المعنوية يعني ده ثقافة مختلفة مش عندنا مش عندنا امتى نرسل لها لما زي صلاح يبقى هم مسكين اماكن او شغالين جوه المنظوم جوه المنظوم يعني الناس دي لما تيجي زي صلاح او اللعيبة التانية المحترفة بعد ما خلاصوا مسيرتهم في الاحتراف يطبقها هنا يبتدي يجيج ويشتغل وهم ينقلوا الثقافة دي الهنا دي تساعد جدا يعني انت شاف لازم اللعيب وهو صغير يطلع يحترف برا طبعا مهم والمبالغ اللي بتطلب دي تينسوها بقى في الاندية او معلقى عايقون فينا ما هي احنا مش هارفين نقيم او بنصعر اللعيب عندنا في معظم الالعاب دي مشكلة احنا بقى عندنا كارثة في القيم اللعيبية قيم المادية بتاعت اللعبية مش فيه مسترة زي ما بيتقال ما فيش حد عندنا خالص بيفكر في التفكير ده لا ما هي حدقة مصطفى يعني الكلام ده ممكن يبقى على مستوى الدولة لو هو على مستوى الدولة يعني على مستوى الاندية كلها اللي في الدولة نبقى فاهمين احنا بنقيم اللعيب على أي اساس او عندنا المسترة رحضاك بطول عليها دية من خالص فيها اللعيب نقدر نسعره يبقى عرف اللعيب ده وتسعره كذا اللعيب ده سعره كذا بسهلة لكنها معنى لاش هي ماشية ماشية ده ماشية ده كل واحد السمسرة او وكلاء اللعبين هما اللي بتحكموا فيها اه نقول لحضاك ماشية بحب وخاصة في يعنيها عندها مشاكل في الكورت الياد وكذا الاسعار رحت في حيط التانية خالب للأسف اتخب كنا بنتمرى من هنا في الصلاة المغطوة قولينا كده الأسامي كده من أول عاصم فوقها بص كانت عاصم السعداني ياس اللبيب حسام غريب جار نبيل أحمد العطار سمح عبدالوارس أطارق لطفي علاء السيد إسماعيل إسماعيل ده اللي هو المدالب عاصم دكتور عاصم عاصم نور الدين طبيب الفريق أحمد دابس خلت حسن مو من صافة أصل القصب عدل الشرق عمر تنسيتهم بسرعة كده لا لا عمر لا عمر حبيبي هتلقى سمي طيب خليه عمر هو عمر بتاع الأولمبي واللي بعده أحمد ابو الوافا واللي تحته خلد الكردي زمالك بسم السبكي زمالك أحمد العودي أولمبي خلد العودي أهلي أيمان صلاح زمالك زمالك الأولمبي الزمالك كان عنده لعيبة كرة يدي جامدة قوي أه ماش كده الزمالك الأولمبي أه لا الأولمبي كانت خرقة محترمة في الفترة بتاعتنا لأ كانت هي المنافسة بيننا وبين الأولمبي والزمالك وسبورتي أش معنى الأولمبي كان بيطلع لعبة كرة يدي عالية قوي كان جابر سعيد وشعر فيه والشيلا دي أه اسكندرية طول عمرها فيها هندبور فيها هندبور يعني كرة اليد مميزة في اسكندرية بس لما ابتدت بقى الفترة الأخيرة دي لما اللعبة يبقى فيه بقى قيم مجدية على عود دي بعد بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا أه انتوا في مطار القاهرة دي؟ لا لا كنا في الفندق جي أستاذ علاء مباراك جي تصور معانا في الفترة دي أيوة كان فيه اجتمام من الوحر الباك كان من الدعي نعمين جداً لكرة اليارد فيها طبعاً وكرة الخدم كله وجهر نبيل اللي قاعد تحت دا؟ اه دا جهر نبيل كان لسه صغيرين بقى كان لسه صعيتها منتخب النشيين والعطار وره هوت والعوض يفوق كان كرة هوة وأشرف عواض عواض وهنلاقي مين تاني وعمر الجيوش عمر الجيوش عمر الجيوش ودول كانوا الصغيرين اللي لسه جايين من فرق النشيين منضمين ليه في الفترة دي والمدرب اللي كان موجود اللي وقت بالتدمن 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 رحمة الله عليه برضا رحمة الله طيب دي برضو سورة تاني دكتور عب مينة ويهو دكتور عب مينة وآهو دراسات الريس في نفس الفورة عمو ويحسين إليه دي كانت في بطولة ايه؟ برضو أفريقيا تسعين وحدسين عو الأمو أفريقية سعين وحدسين كانت في استاد القاهرة استاد القاهرة كان لسه بي الزبط كان الرئيس كان بيجي يشرف على او بيجي بص على الأستاذ ساعتها كان جاي في زيارة الأستاذ فطلعنا تصورنا معك ونحن عندها تنمين في الوضع انا كنت فاكر انا ساعتها ان كان في نهائي في الصالة الموطعة واقولك ان مصر كلها راحت عشان خاطر تتفرج على النهائي ده دي بقى منتخب العسكري ها دي بقى منتخب العسكري قلنا بقى الأبطال دول ايه وهو نفس القصة كان علاء السيد هشام السيد الله أرحمه انا ده محمود عبدالعزيز اسكندرية محمد السيد بورسعيد حسام عاسمة زمالك علاء علاء بطى شبين واحمد جابر اللي بص فوق هل اللي بص فوق عايز فلوس هل الانجازات اللي عمتوا منتخب العسكري زي ما تعامت انجازات في المنتخب دي حقيقة المنتخب العسكري يمكن معظم البطلات يعني مسلا انا فاكر سبعة وتمانين اتنين وتمانين كنا في السعودية لعبنا فاينل مع منتخب ألماني ألماني اه في الفترة دي سبعة وتمانين الجزائر الرابع يعني كازا بطولها نعيبت بتاع أربعة أو خمس بطلات عسكرية رطلات عسكرية اه منهم بقى الثلاثة وتمانين دي اللي احنا كسبناها هنا في فصل اتحاد الرياضي كوات المسلحة طيب لما باجي بقى اتكلم هنا على جزئية وجزئية مهمة جدا اللعيب لما بيلعب لومبل جيمز دي بتتسطر كده بحروف مندهب في سجلات ترجمة نانسي قنقر